بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلنا ومرحبا بكم معنا مجددا في حلقة جديدة متجددة من حلقات برنامجكم الأسبوعي رياض الجنة أيها الأحبة الإتقان ضرورة حياتية وسنة كونية وهو غاية للأفراد والجماعات وبه وصف الله بديع صنعه فقال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون حول موضوع العمل بين الإتقان والإهمال يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ ثابت بن سعاد القحطاني فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم حياك الله فضيلة الدكتور وحييك وحيي السادة المشاهدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتقان هذه الحلقة اللهم أمين شيخنا دعنا نبدأ بسؤال تعريفي لهذه الحلقة ما هو مفهوم العمل؟ ما هو الحمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه الحمد لله الذي جمع للإنسان بين مقاصد الآخرة مقاصد الدنيا ولم يهل الناس بل أمرهم بالسعي والعمل كما قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مهدها وذللها للإنسان من أجل أن يعمل فيها وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وغيرها من الأدلة من كتاب الله عز وجل التي تدل على أهمية هذا العمل والعمل هو الكسب الكسب الحلال وهو أفضل ما عمل الإنسان وتصدق به على نفسه وعلى من يعود ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قد خيرا من عمل يده وهذا دليل على أهمية العمل والحث أيضا والحث عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده داود عليه السلام وصفه الله عز وجل وامتن عليه أن ألان له الحديد ولهذا قيل أن داود كان حدادا الشاهد أنه كان يعمل وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم وهذه ميزة للأنبياء رعوا الغنم وهذا عمل ولعل الحكمة من ذلك أن في رعي الأغنام فيه الرحمة وفيه جمع الشتات وفيه العطف والحنان وفيه أنها تقدمه لقيادة أمة عظيمة وما من نبي إلا ورعى الغنم بل نص الكتاب على فعل موسى عندما سأله الله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي قال العلماء أن موسى كان كذلك راعيا للغنم وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم العمل عبادة والعبادة قد تتزاحم مع عبادة أخرى العبادة هذه مقدمة على كل النوافل إلا ما كان من الفريضة وقد تتقدم على الفريضة وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله قرأت له فتوى عن طبيب يعمل في أثناء وقت الصلاة فقال الشيخ هذه من الضروريات ولهذا يقول في الضرورة يباح للإنسان في دفع غريق أو مساعدة غريق أو مساعدة بيت من حريق أو في دفع عدو صائل أن الإنسان يؤخر الصلاة وهذا الدليل على أهمية العمل ويستدلون بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غارت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وتحزبوا عليه جاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما صليت حتى كادت الشمس أن تغرب وهم في عمل في جهاد هو عمل في الحقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حتى غابت الشمس فأحيانا قد يتأخر وقت الصلاة في عمل هو ضرورة وهذا العلماء يقولون هذا في باب الجواز أن الضرورات تبيح المحظورات فالعمل لا شك أنه عبادة عظيمة والعمل أو الكسب في مفهومه وتعريفه قد يكون من الفروض أي قد يكون واجبا إذا كان في الإنسان من يعول عليه يقوم عليه بالنفقة فهذا في حقه هو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاس عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو مريض والرجل صاحب مال قال وليس لي إلا ابنة واحدة فأراد أن يتصدق بالثلثين من ماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بشطر ماله فنهاه قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد قال إنك انتذر ورثتك من بعدك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ومن هنا يقول العلماء أن العمل والكسب يكون واجبا إذا كان فيه غنيا له ولأبنائه وقد يكون مباحا إذا كان فوق قدر الكفاية بمعنى يعني إنسان عندهما عندهما لكن أراد أن يستزيد من أجل أن يتصدق وأن يساعد إخوانا له هذا باختصار مفهوم العمل وأهميته في الإسلام أزاكم الله خير شيخنا وبرك الله فيكم على هذه الإجابة الكافية شيخ أستأذنك وأستاذ المشاهدين لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده لنا فريق العمل حول مفهوم هذه الحلقة وأسئلة للجمهور نسمع شيخنا إجابتها ثم تعلق عليها بإذن الله فوقهم الإتقام في العمل هو إجادة العمل وأداه بالطريقة المناسبة التي تخدم المؤسسة أو تخدم الجهة التي يعمل فيها الإنسان نصح حياتك هو العمل إذا ما عرفش تتخن عمل المتاعك ما تنجمش تعيش مرتاح في حياتك الشخص عندما يعمل في مكان يعمل بأقصى طاقته أن عمله يكون 100% الإتقام في العمل بالنسبالي هو التضحية وهو أن الواحد يشتغل بقد وباكتهاد يكون قدامه هدف عاوز يحققه حتى يعني إذا كان بيأخذ فلوس فلازم يحلل الفلوس اللي هو بيأخذ هذه الموظف المثالي هو اللي يحافظ على أوقات العمل يلتزم يؤدي العمل بأمانة محترف يقدر التعامل بين أعضاء الفريق الموجودين معه فهذه كلها يتعتبر إتقام في العمل مين المتسايف في العمل؟ المتسايف في العمل هو مش بيلتزم بيه بواقعه مش بيلتزم بالتاسك اللي هو أخده أو حتى ممكن مش بيلتزم بالوقت يعني ما عليهوش رقيب معين فمثلا ممكن يمشي من الشغل اللي عليه بدون تراه محد شايفه الموظف المتسايف لا يتميز بصفات نفسية معينة ولكن يجمع بعض الأمور منها إحباط منها التذمر منها الصخط لازم يعمل بذمة يعني يفكر في الحلال والحرام هل إذا أنا غبت اليوم ولا تسيبت في العمل ولا خرجت من عمل اليوم هل بيكون معاشي اللي قاعد أخذ الحلال والحرام ضمير المهني لازم يكون صاحي وساحي كويس كمان إذا مات الضمير المهني خلص ماتت للمبادئ تبع الشغل ومات كل شيء لا تتقن عملك ولا تذبط نفسك في عملك ولا تتقدم ولا ترتقي ولا حد شيء أحياناً الموظف يكون مجد ومجتهد في العمل لكن تعامل المؤسسة وتعامل الإدارة معاية تسبب في أنها يعني يحبط أو أنه يسخط على هذه المؤسسة وبالتالي لا تحصل الإجادة في العمل فيه مثلاً مدير أو رئيس قسم يشجأ الناس أنهم يشتغلون وفيه أشخاص تانيين لا يكره الإنسان في العمل ما يعطيه حرية أنه يبدأ في عمله إزاي ممكن نحزبه أنه يعتمد على الإدارة يعني إدارة المكان لازم أنه يكون متشددة شوية في الموضوع هذا لازم يكون فيه رقابة قوية إذا كان هو شخص مش بيتطقي الله أو هو شخص يعني مش عارف أنه يوجد رقابة تانية عليه فهيبقى فيه رقابة بشرية عليه لازم الواحد يراقب نفسه قبل ما تراقبوا لعبات يعني هذه تصرفات الإنسان المنضبطة أنه يكون مراقب نفسه قبل كل شيء من خلال القوانين الحازمة ومن خلال الصرامة في التعامل وأيضا من خلال فهم الموظف وتقديم الخدمات التي تناسبه ومحاولة تكوين أسره ما بين الموظف وما بين الإدارة اليعمال يعني مثلا إذا شخص صعب أو شخص سيب يوجه لأن دار بعد كذلك يوجه لخصم بعد ذلك كل مكان عمله إجراءاته في هذا الوقت لما أستنفذ كامل الطرق اللي عندي خلاص ما مش الحال برجع لخصم الراتب ميلسوف ديكارت هو يقول لك حب ما تعمل حتى تعم ما تحب لازم يكون هناك حب حب للعمل يعني حب في المنافسة هذا كله يعتبر يتقام في العمل إذا كانت هذه البيئة تعمل بطريقة إيجابية كل التوجهات بطريقة إيجابية أعتقد أن الموظف سيجد نفسه مجبر على أن يجيد هذا العمل حتى يكون منسجم مع البيئة اللي هو فيها أهم حقا عشان الشخص يكون متقن فعمله أنه يكون ربنا صحنا وتعالى هو الأولوية في حياته هو عارف أنه فيه رقيب عليه وكذا يكون متقن يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وهذا هو الأساس في كل شيء حياكم الله مشاهدين الكرام الشيخ ثابت القحطاني تعليقك شيخنا عن هذا التقرير كلهم شيخنا وضعوا حلول للمراقبة هل ممكن يصل الإنسان في العمل إلى رقيب ذاتي أولا نشكر الطاقة ما شاء الله على التقرير الطيب وهذا من إتقان العمل ومن إتقان الحلقة جزاكم الله خير جميعا يقولون أن الإتقان هو طريق للحصول على الأجر وعلى الثواب وعلى العمل وعلى النجاح جميل ماشا الله العمل شيخنا يعني قد يعمل إنسان عمل لكن من غير إتقان لكن المحصلة في الأخير تكون ضعيفة جدا يقال أن هناك رجل يبني البيوت وكبرت سنه كبير في السن فأراد أن يعتذر من صاحب العمل فقال له صاحب المؤسسة نريد منك أن تبني بيتا واحدا فقط ثم بعد ذلك نعطيك ما تشاء هو يريد أن يرتاح فبدأ الرجل بالعمل لكنه لم يتقنه أراد أن ينتهي منه بسرعة وعندما انتهى وفرغ منه قال انتهيت فجاء إلى رب العمل فقال له صاحب المؤسسة هذا البيت هو هدية لك فحزن حزنا شديدا على أنه لم يتقن على أنه لم يتقن وفي الحقيقة هذه صورة تشبيهية لما يعمله الإنسان في الدنيا أن هذه المجازاة وهذه المكافأة سيشاهدها يوم القيامة لأن عليك رقيب على عملك والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم هنا الله يرى العمل في الدنيا وفي الآخرة ثم قال ورسوله والمؤمنون قال العلماء ورسوله والمؤمنون في الآخرة شيخنا كنت تريد أن أسألك هذا السؤال هل العمل المقصود به هو العمل الوظيفي أو مطلق العمل يعني حتى العبادات تدخل في مفهوم العمل العمل هنا كل شيء داخل في مسمى العمل سواء كان ذلك في العبادات القلبية أو في عبادات الآخرة المحظى لله عز وجل أو فيما يتكسبه الإنسان فكل عمل لا شك داخل في هذه الآية شيخنا ينطلق المفهوم دائما إلى مفهوم العمل الوظيفي صحيح وهو في الحقيقة أن المفهوم أعظم وأوسع من ذلك فكل عمل يسمى عمل يعني الأعمال الأخروية إذا أردنا أن نظر بمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أو قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده الحديث فكلمة أحسن هي صحيح من الإتقان أحسن هي من الإتقان نجد أن البعض من الناس يتوضأ وضوءا ناقص عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة هو في قدمه لمع قدر الدرهم آمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة وهذه الأخطاء كثير ما نجدها وفي بعض الروات وإلى العقابة من النار من النار البعض من الإخوة يعني أنا وجدت أن هذا إهمال إذا أراد أن يغسل يده كما قال الله عز وجل اغسلوا أيديكم إلى المرافق تجده يده هكذا من غير أن يصل الماء إلى المرفق وهذا خطأ ومعنى إله بمعنى معه ونعرف قصة الرجل عندما يعني دخل المسجد وصلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل يعني قد نعذره بجاهل لكنه لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأولى والثاني والثالثة وهو يرجع والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة شيخنا النبي يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل مع أن الإنسان صلى مع أنه صلى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإتقان أنه غياب للعمل أحسنت هو غاب العمل الحقيقة هو صلى من غير طمأنينة ومن غير خشوع قد يكون الخشوع يعني نوعا ما أمر مستحب لكن أين الطمأنينة كأن الرجل استعجل في صلاته ثم بين حانا قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره هذه الرسالة كذلك لصاحب العمل يخي إذا كنت لا تستطيع فاذهب إلى مديرك قل يا فلان لا أحسن علمني العمل الذي أجر عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني ائتي بتمام الوضوء ثم استقبل القبلة وهذا شرط للصلاة ثم كبر وقرأ ما تيسر من الكتاب وأمها أم القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع هذا هو الإتقان الشيخ محمد في حديث تنخلع له القلوب في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي ستين سنة لم تقبل له صلاة حديث عظيم صحيح الألبان قال لعله يتم الركوع ولا يتم السجود أو يتم السجود ولا يتم الركوع فالإتقان لا بد منه سواء كان ذلك في العبادات كذلك في حديث الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه من حج فلم يرفث ولم يفسق هذه عبادات ترى متكاملة متداخلة كذلك ما يتعلق في شأن العمل الوظيفي الأخوة جزاهم الله خير يعني اختسروا الطريق وأحدهم ذكر حديثا هو قاعدة مهمة جدا لنجاح العمل إن الله هذه صفة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه لا بد من الإتقان والإتقان هو مطلب العمل مكسب كما قالوا والإتقان مطلب وإذا أردنا أن ننهض بالأمة فلا بد من إتقان نعم نتكلم شيخنا عن هذا في العمل الوظيفي في ظل شيخنا الثورة ونصح المعلومات والتطورات التي نواكبها الآن كيف يكون الإنسان هذا الفرد أن يشارك في هذا التطور وفي هذه الثورة الناس عندما نتكلم عن العمل والتطور والازدهار والنمو المتسارع دائما يتبادر للأذهان اليابان حتى سمي اليابان كوكب ليس من الكرة الأرضية يعني من عندهم والعجيب أن الياباني الشيخ مر بأزمات نتكلم عن القنبلة الذرية في 1945 ثم الزلازل التي حدثت اليابان اليابان على صفح دائما زلازل مستمرة ثم آخر شيء الفيضان العارم الذي جاءهم ومع ذلك سبحان الله تجد أن المنطقة كأنه لم يكن شيء يقول العلماء أن العقل الياباني لا يتفوق على العقل العربي أبدا هم متساويان لكن العمل الجماعي عندما يا شيخ محمد وإتقان العمل يعني هم تكيفوا شيخنا مع بيئتهم حتى العمارات صارت يعني أكيد لكن يا شيخ عندما يتخرج الطالب من الجامعة وتخصصه هندسة زراعية أو هندسة إلكترونية ثم يوظف في الموارد البشرية يعني هناك تظارف شيخنا هذه من العوامل التي تقلل من الأداء الوظيفي من الإتقان هذا من الإتقان تغيب الإتقان بل هذا غيب الإتقان تماما لهذا يجب علينا أن نجعل الإنسان في المكان المناسب ليس كل إنسان يحسن مثل القضاء وليس كل إنسان يحسن التعليم ولهذا عندما جاء أظنه أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ولاية على مصر من الأمصار فقال أنك مرأ ضعيف ولا تستطيع هذا من الإتقان يعني المصارحة قد تكون أن تستحق الإمارة وتقدر عليها وأنا لا أقدر عليها صحيح وهذا كله من الإتقان وأخطر شيء شيخنا قد يغيب المؤسسات الحكومية أو غيرها من الوظائف هي مسألة أننا نأتي بإنسان ونضعه في مكان محاباتا أو شفعة محرمة وهذه كذلك من الأخطاء التي إذن شيخنا الرجل المناسب في المكان المناسب أحد مقومات أحسن بل هو نجاح متميز للمؤسسة بأكمالها طيب شيخنا أستأذنك للخروج لهذا الفاصل أيها الأحبة ثم نعود بإذن الله لإكمال بقية المحاور فبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة نتكلم عن اتقان العمل وظيفنا فضيلة الشيخ ثابت القحطاني أبو عبد الله كنا نتكلم قبل الفاصل عن المحابة وقلنا أن من قومات نجاح العمل أو من اتقان العمل وضع يعني يكون الرجل في المكان المناسب صحيح إيش أضرار شيخنا الشفعة هذه أو المحابة التي قد تؤدي إلى غياب الإتقان الشفعة بالمعنى العامي اليوم تسمى الواسطة الواسطة نعم والواسطة لها مساران قد تكون يعني من باب الأجر والمساعدة والنبي سعى سلم قال اشفعوا تؤجروا يعني فيها أجر الواسطة أجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء هذا حديث صحيح لكن الشفعة تكون أو الأجر يحصل إذا لم يكن هناك أتداء على الغير يعني قد أقدم إنسان من أقاربي ومن أصحابي على رجل هو أكفأ منه هنا ندخل في مسألة الحرام وهذا الفعل محرم وهذا مما يخل بالإتقان وبتقدم الأعمال لأن هناك من هو أفضل منه لكنه دفع من أجل معرفة إذن أنا إذا كنت أنشد الإتقان فلا أنظر في الأشخاص لا أحسنت أبحث عن العمل أو الإنسان وما تقدمت الدول الآن التي نراها الآن بتقدمها إلا عن طريق اختبار معاينة وأداء وظيف للإنسان الأكفأ وليس لللون ولا للعرق ولا لرسم ولا للمكان أبدا بحسب الشهادة بحسب المعرفة بحسب الخبرة بهذا تنهض الدول ومسألة الشفعة عندما جاء زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع في مرأة مخزومية سرقت متاعا وجحدته فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول العلماء أن الحقوق أو التعازير إذا ارتفعت إلى ولي الأمر فلا شفعة فأراد زيد أن يشفع في تلك المرأة أو لعله ابنه أسامة أسامة بن زيد أسامة بن زيد فعندما أراد أن يشفع غاضب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفعة المحرمة ويجري عليها كل حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنده عمد الله وأثناء عليه قال بالجميل قال إنما أهلك من كان قبلكم هذا تمام الحديث في أوله قال إنما أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إذن المحابة الشيخنا تؤدي أحسنت المحابة تؤدي إلى خرم العمل وإلى إضاعة الحقوق وإلى وهن المؤسسات وإضعافها ولن تتقدم أمة بهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جعل على آخر حياته أظنه جعل أسامة بن زيد قائد على أحد الغزوات وفيها أبو بكر وعمر لم يكن هناك محابة بل أبو بكر أحب الناس إلى قلبه لو كانت محابة بل أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولهذا الأمة الإسلامية ما قامت في العصور المفضلة الأولى إلا بتعيين الناس بمكانهم الصحيح وهذا هو الإتقان وعندما نظر الناس إلى مراقبة الله عز وجل زادت عزيمتهم في الإنتاج ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على راعي للغنم وهذا ما يدلك على إتقان العمل فقال للراعي بعني شاه فقال راعي الغنم إنما أنا يعني مسؤول عنها وأنا راعي للغنم وللغنم رب وإنما أنا أخدم سيدي فقال له عمر قل له إنها ماتت أو أكلها الذب فرفض ذلك الرائي فزاده عمر المال فقال الرجل والله إني لا أشد الحاجة لهذا المال كأنه اختبار من العمر هو اختبار في الحقيقة من العمر وهذا يستحب للمدير لكن بطريقة جيدة إذا أراد أن يختبر أحد موظفيه وهذه يعني مشروعة مشروعة فقال الرجل والله إني لا شد حاجة لهذا المال ووالله إني لو قلت لسيدي أنها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني ولكن أين الله لا إله هذا هو العمل وهذا هو نب الأصل فالإنسان عندما يعمل ولا يجعل التقييم الوظيفي أو الأداء الوظيفي أو هو المطلب الوحيد بل لا بد عليه أن يقدم الله عز وجل على كل شيء وهذه الدرجة العالية هي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراف فإن لم تكن ترا فإنه يراك نعم جيميل شيخنا قد نواصل الحديث في هذا وعن الضمير المهني ونصح التعبير وعن طريقة إتقان العمل لكن فريق العمل شيخنا أعد لنا مشهد درامي أو مشهد تمثيلي يحاكي الواقع في إتقان العمل نشاهد شيخنا هذا المشهد ثم تعلق عليه بإذن الله فقو معنا أيها الأحبة لمشاهدة هذا المشهد التمثيلي السلام عليكم وعليكم سلام كيف حالك؟ جينا السيارة حينوكي؟ علينا وكي صلاح تمدل الاتفاق كم باقي لك حساب؟ باقي كم باقي 200 ريال باقي 200 ريال أيبا نشتحوه مالسيارة؟ داقي الموجود تح داخل؟ أيبا طيب طيب هذي 200 ريال أيبا سكرة السلام علي وعليكم سلام هذي كيف سلح السيارة الحين؟ خمسة يوم عندك سيارة الحين ما صلحت ولا شيء مشكلة سيم سيم قبل كم مرأة يجي من تكلام صلح مضبوط أربع يوم أنا يروح يجي نفس المشكلة عندك أيبا ما في خلاص شغل ما تخاف الله يا هداية أيبا ما في خلاص شغل ما هي خراب ما بيهاي خمسة يوم عندك سيارة واقفة الحين أنا خلاص شغل كيف شغل وين شغل سيم سيم خراب إن شاء الله أوكي أوكي ما في تصليح مضبوطا إن شاء الله أتبرا أنا تتعجل لا لا خلاص أنا ما في تصليح مرة ثانية عندك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هاي بعد كله هني مسلامات شوي في موضوع السيارة اللي أكلمتك عليه هاي خامسة يوم أروح له ما عارف ناس اللي وين يخافون الله في شغلهم ما سوى أي شي نفس المشكلة نفس العطل نفس كل شي بعد المدير ما شوي يترسال عنك مرتين شعند المدير شيفغي شكال لك يقول في عندك معاملات صلاة أكثر من شهرين ما خلصتها للحين طيب الشغل ما يوقف لاحقين عليه تبي الصج أقول لك طالع الحين ما لي خاطر أشتغل اليوم إذا في شي يكلم شيخنا تعليقك على هذا والله هذا يا شيخ يعني إن صح التأبير هذه خيانة للأمانة يعني سواء الموظف الذي يعمل في ورشة الصيانة أو كان الموظف الذي يقوم بعمله لا شيخنا دائما نحن نطالب بهذا لا نتهم أحد نريد أن نتكلم عن الواقع الذي نعيشه أنت الآن في وظيفتك قد ما تكون متقن وإذا ذهبت إلى الموظف ثاني تلومه على عدم الإتقان ليش تعطني ليش تأخرني طيب تذكر أنك أنت أيضا في وظيفتك غير متقن كنت أيضا تعطل وتأخر يعني لابد الإنسان أن يحاسب نفسه أولا قبل أن يحاسب الناس جميل وفي الحقيقة أن الموظف سواء كان في الورشة أو كان في المؤسسات الحكومية هو في التوصيف الشرعي يسمونه الأجير الخاص جميل وهذا الأجر يعني مرتبط بالزمن أنت الآن مقيد بزمن معين بالذات إذا كان في خدمة الجمهور ونبد عليك أن تتقن في عملك وأن تخلص مجموعة من المعاملات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن بهذه الطريقة هذا طريق محرم ولهذا قال العلماء أن الراتب الذي تستلمه في آخر الشهر وأنت مقصر في عملك فإنه لا يحق لك بل قال البعض يعني أنك إذا أردت أن تتق الله عز وجل لابد أن تنظر في كل يوم قد يكون راتبك ألف ريال فتحسب الساعات التي داومت فيها وفي آخر الشهر الشهر تخرج المال الذي تسيب فيه لأنه ليس حق لك عجيب وتعيده إلى المؤسسة بهذه الدرجة بهذه الدرجة بل هو أشد من ذلك أنا أقول والعلم عند الله أن المؤسسات التي يعني يحصل فيها نوع من الفتور أو الملل أن هناك دورات تنشيطية شيخ محمد يعني وزارة التنمية الآن أخرجت مخطط لألفين وثمانطعش فيه سبعمائة واثنين وثلاثين دورة كلها في تجديد وتعديل الأداء الوظيفي وفيها التعليم وفيها تنشيط وفيها يعني مجموعة من الدورات المهمة جدا يعني تعين الإنسان وتكسر روتين الملل طبعا الذي يحدث اليوم للأسف الشديد شيخ محمد هو أمر محرم ولا يجوز لكن الناس بطبيعتهم يحتاجون إلى تذكير يعني الموظف عندما يعطيك ويعطيك المعاملة وأنت تستطيع أن تنفذها في يوم أو في يومين ثم تؤخره أسبوع أو أسبوعين هذا فعل محرم يعني يأثم الإنسان يأثم الإنسان ولهذا أقول أن المؤسسة متكاملة لا بد على رئيس القسم أن يتابع مراجعيه والمدير كذلك يتابع رئيس القسم وكل واحد لابد أن يتق الله عز وجل في هذه الأمانة إنما هي أمانات أو دعا الله عز وجل فمن أحسن فيها فلا شك أنه يوجد طيب جميل شيخنا إذا غاب الحس التوعوي عند الإنسان يعني لا ارتدع من خوف الله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنها محرمة شرعا ولا من محاسبة المدير ومراقبة المدير إن كان عند بعض الناس محاباه وغير ذلك كيف ينمي الإنسان شيخنا عند حس المراقبة المراقبة الذاتية الإنسان شيخنا أو يسمونه الضمير الحس يعني الإنسان شيخ إذا لم يستطع أو لم ينفع نفسه ولا ينفع الغير فهذا الأفضل أن لا يبقى في هذا المكان وهذا يشبهونه العلماء كشجرة الحنضل يعني لا فائدة منها إنما تزاحم الشجر الصحيح وتأكل من أكلهم وتشرب من شربهم فأفضل شيء أن يزاح هذا المسؤول وأن يأتي بأفضل منه والإنسان لا بد عليه يتق الله كما ذكرنا لأن هذا الراتب الذي تستلمه في آخر الشهر أنت مسؤول عنه وأنت مأجور عليه ولهذا عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد عينه النبي صلى الله عليه وسلم على عهد الأعمال يقال أنه يسمى ابن لتية رجل من الأزد فجعله النبي صلى الله عليه وسلم على جانب الصداقات هذه وظيفة وعمل فكان الرجل يجمع الصداقات فإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه يقول هذه لكم وهذه أهدية لي بهذا النص فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما بال أقوام نستعملهم على ما ولان الله عز وجل فيقول هذا لي وهذا أهدي لي فهل لا جلس في بيت أبيها وأمه لعله يأتيه شيء فهذه من الأعمال ومن الأمانات التي لا بد على الإنسان أن يتقلها عز وجل فيها ويعلم أن الله عز وجل يراقبه على كل لقمة يأكلها من هذا العمل شيخنا هل أنت مع مبدأ الثواب والعقاب يعني في النهاية نجد أنهم يشتغلون موظفين في نفس المكان ويستلم في آخر الشهر نفس الراتب وهنا موظف قد جد واجتهد وأتى بأكثر ما هو مطلوب منه والآخر تسيب الثواب والعقاب مهم شيخنا وأنا أعتقد هناك مقولة يقولون أن من أمن العقاب أساء الأدب نعم من أمن العقاب هذه كلمة جميلة جدا صحيح لأنه أمن العقاب شيخنا يعني هذا المتسيب لو كان عليه عقوبة لأتقن فيه أحسنت يعني بالمرتبة الأولى أولا مراقبة الرب سبحانه وتعالى مسؤولية من هذه تكون؟ هذه مسؤولية الجميع وأنا أقول لك المدير الناجح هو الذي يكون له دور يعني مراقب لكل موظف يعمل عنده يرى إلى الإنتاجية الذي يعملها في نهاية الشهر في نهاية الأسبوع يجلس مع موظفيه يعقد لهم مجالس يجلس معهم ورش عمل هذه كلها تساعد الناس والمدير يا شيخ عليه العبء لا أكبر المدير ليس منصب يعني تشريف تشريف ليس تشريفا صحيح إنما هو تكليف إنما هو تكليف في حقيقة الأم وهي أمانة عظيمة عليه وعلى الموظفي طيب شيخنا الوقت الذي ذكرته الأجير الخاص أنه يأتي بوقت بعض الناس تحجج أن عمله بسيط وأنه يستطيع أن ينهي مثلا عمله في ساعة نعم هل هو مطالب أن يأتي بالثمان ساعات كلها أو له أن يخرج أو له أن يقرأ جرائد طبعا الأعمال تتفاوت وتختلف نظر بالمثال على المدرس أو على الدكتور الدكتور له حصة على سبيل المثال أو المدرس يقوم بأداي هذه الحصص عنده حصة حصتين ثلاث حصص في اليوم طيب هناك وقت طويل جدا طبعا الأستاذ غير مطالب في هذا الوقت الباقي يستطيع الإنسان أن يطور من نفسه أن يقرأ مقالا أن يقرأ جريدة أن يقرأ ما شاء لكن لا بد عليه أن يأتي بالعمل على ما يرضي الله عز وجل ثم يرضي رب العمل ونحن نرأينا يا شيخنا في السنوات الأخيرة أداء متدني لبعض المدرسين للأسف الشديد وهذا الأداء المتدني انتقل كذلك إلى الطلاب فكانت مخرجات التعليم ربما في سنوات مضت ضعيفة جدا بل ربما تخرج الطالب من الثنوية وهو لا يحسن قراءة القرآن الكريم وهذه معضلة كبيرة فضيلة الشيخ طيب شيخنا دعنا نتكلم الآن عن تربية الأولاد جاء في الحديث كلكم رائعين وكلكم مسؤون عن رعيته وحديث آخر ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو يغاشل لها أو لم يحطها برعايته ونصحه لم يرح رائحة الجنة هل نحن أيضا أو رب الأسرة مطالب أيضا بالإتقان في تربيته لأولاده وزوجه والعجيب في الإتقان سبحان الله يا شيخنا أن المخرجات في الأخير ستكون ناجحة لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث وذكر في آخرها ولد صالح يدعو له هذا الولد الصالح في الحقيقة هو نتيجة لإتقان التربية أحسنت هو نتيجة لإتقان التربية وهو نتيجة للتعاليم وهو نتيجة لبذل جهد الوالدين في إخراج هذا الطفل الصالح تربية الأبناء تربية صعبة لويست بالأمر الهيئة فضيلة الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤون عن رعيتي فالرعية تبدأ من رب الرعية أولا الحاكم ثم الوزير ثم الأبوين في البيت ثم كل من استرعاه الله عز وجل رعية وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتي إلا حرم الله عليه الجنة فمن إتقان العمل إحسان الأداء مع الأبناء سواء كان ذلك في تعليمهم في تربيتهم في توجيههم في إخلاصهم شيخنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء ما علاقة الإحسان بإتقان العمل هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الدبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا دليل على أن الإتقان مطلوب من الإنسان في كل عبادة يؤديها جميل ولهذا كان سلف الأمة رحمه الله لا يدخلون في شيء إلا أتقنوه ولهذا أظنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور قال كان أحدنا إذا تعلم العشرة آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ويقوم بالعمل بهن فهذا دليل على إتقان الصحابة رضي الله عنهم في تعليم الإسلام وكذلك الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن الماهر في القرآن مع البررة الكرام السفرة هذا دليل على إتقان القراءة والعمل وأن الإنسان يؤجر على هذا الفعل وكذلك قول الصحابة رضي الله عنه أظنه زيد بن ثابت عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود من أجل أيام نمكرهم وخداعهم يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه فتعلمت لغة اليهود في خمس عشرة ليلة أو في يوم شيخناه هذا أيضا من الإتقان ألا ترى أنه من الإتقان لا شك يعني لم يأخذ تعلمه هذه اللغة لوقت طويل جدا بل عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الأجر لله عز وجل وأتقن عمل ربما البعض يأخذ فتا طويلة وفي هذه شيخناه رسالة للأبناء والطلاب والمعلمين أي نعم كيف أن الإنسان إذا توجه للدراسة والعمل يعني استطعان يأتي بما لا يعرف أصلاح يقول رضي الله عنه وأرضاه يقول فحذقتها يعني فهمتها وحفظتها وأتقنتها وأتقنتها وكنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كل كتاب ليهود وكنت أقرأ كتب اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في إتقان العمل ولهذا حتى تجد أن من جاء بعدهم من العلماء الكبار كالإمام البخاري يعني أتقن أيما إتقان في كتابه صحيح البخاري حتى رتبه على الأبواب الفقهية يعني بدأ بكتاب بدء الوحي ثم بدأ بالطهارة والصلاة والصيام ترتيب عجيب وبوب لكل حديث وجعل هناك تراجم حتى قيل فقه الإمام في ترجمته لكل باب والعجيب في كتابه سبحان الله يا شيخ عندما جعل الله له القبول أنه لم يكن يضع حديثا إلا عندما يصلي ركعتين فجعل الله له القبول كذلك الإمام مالك في كتابه الموطأ عندما انتهى من ذلك الكتاب جاءه بعض التلاميذ فقالوا فلانا قد ألف موطأ غير الموطأ فقال ما كان لله فهو يبقى وهذا دليل على إخلاصه وإتقانه وكذلك من القصص العجيبة في إتقان العمل وأن الله سبحانه وتعالى يخلد ذكرى المخلص ومن قام بالعمل على الوجه الذي يرضي الرب مسند الإمام أحمد ذلك المسند الذي حوى تقريبا ثلاثين ألف حديث أو أكثر قليلا يعني يقول الإمام كيف لاقى هذا القبول لاقى القبول والعجيب أن الإمام يعني طاف الدنيا مرتين وانتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث وانت تعلم أن العلماء الكبار المحدثين لا يضع الحديث إلا عندما ينظر إلى سند الحديث وإلى روات الحديث وإلى من يأخذ وإلى من يأخذ وإلى متن الحديث فالمسألة تحتاج إلى إتقان وتحتاج إلى وقت طويل كذلك العجيب كذلك مما جاء من بعدهم كذلك من الأئمة شيخ الإسلام من تيمية وجاء كذلك أبو حنيفة والشافعي وكثير من علماء الكبار شكر شيخنا هؤلاء وإتقانهم أيضا دعوة لنا للاقتداء بأمثال هؤلاء شكرا لك فضيلة الشيخ أيها الأحبة استأذنكم لخروج هذا الفاصل تمنعوه بإذن الله فابقوا معنا شكرا لك فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة عدنا إليكم مرة أخرى شيخنا الحبيب نريد أن نتكلم عن بعض الشباب أو بعض الفئة من الشباب الذين لا يعملون أو يتكسلون في العمل تكلمنا عن الإتقان قبل الفاصل الآن شيخنا بعض الشباب وهذا واقع هو لا يعمل أنا أذكر ذاك القائل الذي يقول أن بعض الفئات من الناس يشربون الأسطال ويأكلون الأرطال ويسهرون الليلة وإن طال لسان أحدهم يا ليل هلك من صباح أم هل صبحك من براح ظل الصباح طريقه والليل ظل عن الصباح بعض الناس نومة أو نومة بالنهار وفي الليل سهران ويعيش على أكتاف الآخرين وتجده عالى على أهله للأسف الشديد هذا مثله مثل ذلك حتى وإن كان عنده كفاية شيخنا هو يكون يقول أبوي تاجر أو أبوي مثلا كذا أو عندي مال العمل بحد ذاته هل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى أحسنت بل هو مطلوب الله عز وجل يقول وقل اعملوا والنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن خير ما كسب الإنسان من العمل ما قام به يعني العمل ليس للمحتاج فقط لا أبدا العمل بل هو للجميع ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يعني كسولا جالسا يقتات من أكتاف الآخرين بل كان عمر يضربهم بالدرة أحسنت حتى بل كان عمر ينظر إلى الرجل فيعجبه شيخ فيسأل هل لهم من حرفة فإذا قيل لا يقول سقط من عيني سقط من عيني ولهذا الإسلام يحث على العمل بل لا بد عليك أن تعمل العمل قد يكون خاص للرجل بالمرتبة الأولى ونقول واجب في حقه العمل المرأة بالمرتبة الثانية إلا إذا احتاج إليها المجتمع قد يكون هناك يا شيخ جانب للنساء لا يغطي هذا الجانب إلا النساء كمسائل النساء في الولادة مسائل المستشفيات تعليم النساء هذا يقوم به النساء يباشره النساء وهذا هو الأفضل فالعمل ليس خاص بالذكور بل الجميع يعمل وقد كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعملنا ربما يعني شاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات لقلة ذات اليد أو لقلة الصحابة فكنا رضي الله عنه يعني يداوينا الجرحة ويجهزنا على القتل وهكذا فالعمل للجميع العمل يعمل البعض قد يعمل على أكتاف الآخرين أو ربما هناك يتكسب على أكتاف قد يتكسب ربما وللأسف الشديد ولا كثرهم الله أن البعض يجعل الدكتور محمد في وقت الحاجة يتصل بك ثم يتصل بي ثم يتصل في فلان وفلان 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 وهكذا للأسف الشديد وهذا محرم يشيخ من فعل ذلك جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنه من الأنصار هذا في حديث أنس وسأله فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الرجل قوي ولهذا لا تحل المسألة للرجل القوي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء في بيتك قال يا رسول الله ما عندي إلا حلس فراش أتلحف به ونفرش ونجلس عليه وعندي إناء فقال اتني بهما هذا الحديث في السنن ضعفه الألباني لكن أصله صحيح شيخ أنت تعرف باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ربما يستدلون بالأحاديث التي في سندها شيء من الضعف نعم وهذا الضعف لا يرفع حكما ولا يضعه فجاء الرجل بالحلس وجاء بالإناء فأخذه من نبي صلى الله عليهما قال من يشتري هذين فقال رجل من الصحابة أنا أشتريها بدرهم فقال من يزيد استنبط العلماء أنه يجوز المزايدة في السلع فقال رجل آخر أنا يا رسول الله بدرهمين فباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدرهمين في هذا الحديث دل له النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق أنا دللتك الآن لا بد عليك أن تعمل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتري بدرهم دل طعاما لأهلك واشتري بالآخر قدوم وتضبط بقدوم وهو الذي اختتن به إبراهيم عليه السلام يعني فأس نعم رأسه حد فاشترى الرجل طعاما لأهله لأن الإنسان لا بد عليه أن يبدأ بمن يعول وهذا مما يستنبط بهذا الحديث ثم اشترى له هذا الفأس الصغير كأنه دعوة له بالعمل بالعمل هو فيها فأخذ هذا القدوم وعمل به وتكسر فأخذه الرجل وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بعوت وجعله كالفأس يحتطب به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احتطب به ولا أريد أن أراك خلال خمسة عشر يوما فبدأ الرجل يعمل وكسب عشر الدراهم فاشترى بها طعاما واشترى بها ثيابا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرح فقال هذه خير لك من أن تسأل الناس فينكت في وجهك نكتة سوداء يوم القيامة ولا تحل المسألة إلا لثلاث لفقر مطقع أو لصاحب دم موجع الذي ما يتعلق أو لغرم مفضع أصحاب الديون إنما المسألة لهذه الثلاثة الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على العمل ونبذ الكسل بل دعا للعمل في بعض الآثار من أن يأخذ أحدكم حبله فيذهب للجبل فيحتطب خيرا له من أن يسألنا خيرا له من أن يسأل ناس أعطوه أو منعوه خيرا له لحفظ ماء وجهه فهذه رسالة لكل إنسان عاطل أن يعمل وأن يجتهد وأن يبحث وأن لا يجلس وليس بالشرط شيخ محمد أن الإنسان يعمل في الوظائف الحكومية فقط لا باب التجارة واسع شيخنا لعلك شيخنا ذكرت في مقدمة الحلقة وفي صدر هذه الحلقة أن الأنبياء عملوا في رعاية الغنم هم أنبياء صحيح كانوا رجال زمانهم وأظن زكريا عمل نجارا وداود عمل حدادا والنبي صلى الله عليه وسلم وطلو الدباغا والنبي صلى الله عليه وسلم تاجرا والنبي صلى الله عليه وسلم عمل في أول حياته مع خديجة بما لخديجة عملت التجارة ثم برأي الأغنام وعبد الرحمن بن عوف عندما ألف بينه النبي صلى الله عليه وسلم واشتان شيخنا بين وقتنا ووقتهم يعني هذا العمل اللي نعملها الآن صحيح وليس هناك عيب يا شيخ عندما يكون الإنسان عامل في غير المؤسسات الحكومية بل نحن نرغي في ذلك بل ربما كان الخير أو تسعة عشر الرزق يا شيخ في التجارة التي يستحي منها كثير من الناس والإخوان بالعكس هي التجارة باب عظيم بل ربما الإنسان يتعود ويتعلم كيفية الأخذ والأعطاء ويعرف قيمة الأسعار وهذه كلها من باب التعاليم التي يجب على الإنسان أن يقوم بها وأن يتعلم شيخنا هل هناك ضوابط ممكن أن نذكرها مثل الصدق والصبر طبعا الضوابط شيخ محمد نحن نقول للإنسان إذا أراد أن يشتغل في التجارة فلابد عليه أن يتعلم أحكام التجارة ولهذا تجد بعض الأخطاء عند جاني أحد الدخوة بسبب الجهل أحد الأخوة جاءني يسأني قبل فترة قال لي ذهبت إلى محل ذهب فأعطيته ذهبا قديما وأعطاني ذهبا جديدا وزدت عليه مفاضلة قلت ذلك صريح الرباء وهذا هو عمل يا شيخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد لا بد يدا بيد فالرجل يقول والله عن جهل ولم أكن أعلم أن هذا محرم فهذه الطريقة ربما فعلها بعض الأمهات جهلا ونحن نقول لهم الآن لا بد على الإنسان أن يتعلم هذا الحكم وأن لا يستعجل في هذا الأمر نحن نقول إذا أراد الإنسان أن يبيع ذهبا قديما لا بد عليه أن يقبض المال يعني إتي إلى صاحب المحل وعطيه الذهب ثم قبض المال قبضا ثم بعد ذلك اشتر بالمال شيخنا بعضهم حتى تشدد في هذا قال تقبض المال ثم تخرج من المحل دليل على ملكيتك وإحازتك لهذا المال وهذا شيخنا لعله من الترفع عن الشبهات وحتى لا يقع الإنسان في الربع ولهذا يجب على الإنسان أن يتعلم أحكام الدين قبل أن يخوض في الأعمال حتى يستقيم العمل بل أعجب من ذلك شيخنا أن إنسان جاءني وهذا ما يتعلق بإتقان الصلاة أو إتقان الطهارة هذا الرجل كان يغتسل دائما غسل تبرد يقول ولم أكن أتوضى وكنت أظن أني بنيتي هذا الغسل أنها ترتفع عني أو يرتفع عني الحدث وهذا بنصر من غير وضوء وهذا خطأ عظيم هذا أيضا من عدم الإتقان في العباة عدم الإتقان لهذا العلماء يقولون أن الأغسال ثلاثة غسل واجب وهذا غسل من الجنابة والنفساء هذا يرتفع فقط بنية لأن الطهر الكبير لقول الله عز وجل وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر وهناك غسل مستحب وهذا ما يتعلق بالعيدين وهناك غسل مباح وهو التبرد كأن الإنسان يريد أن يتنظف أو يتبرد فهذان الغسلان الأخيران لا بد على الإنسان أن يتوضأ فيهما ولا يكفي للإنسان الغسل وهذا نص عليه العلماء لا بد عليك أن تتوضأ قبل الغسل وإذا توضأت قبل الغسل فلا يمس بطن أو كف يدك شيئا من القبل أو الدبر أو توضأ بعد ما تقتسل الشاهد أن الإنسان لا بد أن يتوضأ لأن الله عز وجل رتب المضوء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وهذا من إتقان العمل لله عز وجل شيخنا عودا إلى الوظيفة وذكرنا المراقبة من منطلق ما قولت إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا بعض الناس شيخنا لا يعمل ولا يجتهد إلا إذا كان عليه رقيب إذا كان المسؤول موجود حتى وإن كان يعمل إذا دخل المدير يكون عمله يختلف إذا جاء المسؤول الأكبر يكون كذلك عمله يختلف كيف ينمي الإنسان شيخنا في نفسه هذه الصفة بدون أن يكون عليه رقيب مثل ما يقول شيخنا أو بسلوب آخر ما يعمل إلا تحت الضغط لا والعجيب أن هنا مقولة في المجتمع جيدة جدا يعني يقول إذا رأيت إنسان يتكاسل يقول إلا حلل راتب حلل راتب كلمة صحيحة حلل راتب بالفعل لأن الراتب الذي تستلمه في آخر الشهر هو محرم شيخنا حلل راتب كأنه اعتراف من ضمني أن راتبك هو بحلاء وهذا من تحريك الضمير وكلمة صحيحة جدا الأعمال شيخنا تتفاوت أنا أقول لك قد يكون البعض من الناس في وقته الست ساعات أو السبع ساعات التي هو يعمل فيها يكون فيها في ازدحام مستمر ولا بد عليه أن يتابع المراجعين ويعمل والبعض من الناس قد يكون عمله أقل من ذلك الإنسان لا بد عليه ابتداء في اختام هذه الحلقة لا بد أن يكون يعني عين الله عليه قبل كل عين مراقبة الرب سبحانه وتعالى وهذه درجة عظيمة من الإحسان والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم هذا هو الأصل الأمر الثاني لا بد أن يحكم ضميره الإنسان في عمله هل هذا العمل مقبول هل هو بإتقان هل هو مخلص في عملي الأمر الثالث الناس عندما يرون الإنسان المجد المجتهد فأعتقد أن الإنسان سيكون هذا قدوته في عمله لكن عندما ينتشر هذا الداء الخطير الذي يسمى الفتور أو الكسر بين الموظفين أعتقد أن المؤسسة ستنهار هذا الداء شيخنا هو يعود بالضرر على الأفراد وعلى المجتمع على الجميع كلمة ختامية شيخنا كلمة ختامية أنا أرى أن الإنسان إذا كان له زميل في العمل مقصر فلا بد عليه أن ينصحه وأن يذكره بالله إن لم يستطع فلا بد عليه أن يوصل رسالة للمدير وهذا ليس من باب النميمة أبدا إنما من باب الإخلاص ومن باب العمر بالمعروف أنه على المنكر لأن هذا الرجل مقصر وهناك من هو مستحق لهذا العمل وأكفأ منه فأنترى أن هذا من التناصح أحسنت هذا من التناصح ولا بد علينا أن ننهضى بالمجتمع أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وإياكم تزاكمنا خير فضيلة الشيخ ثابت بن سعد القحطاني وجعل ما قدمت شيخنا في ميزان حسناتك وشكر مصول لكم أيضا أيها الأحبة على طيب المشاهدة كما تفضل الشيخ فإن العمل وإتقان العمل هو أمر شرعي بل حثنا عليه هذا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وجاء في الأثر ما من نبي أرسل إلا ورعى الغنم لكن رعاة الغنم هؤلاء سادوا الدنيا وقادوا الأمم أسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا جميعا على طاعته وأن يجعلنا من الذين يحسنون القول والعمل دمتم في رعاية الله أيها الأحبة نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة